كما تبعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هني سنبل والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تبعت معه موقف التعاون ما بين مصر والمؤسسة وفتح آفاق تعاون جديد في إطار أولويات الحكومة المصرية تطرقت المشاط خلال اللقاء إلى أولويات المرحلة الحالية التي تسعى الحكومة خلالها إلى تمكين القطاع الخاص وتطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجلبي بما يزيد من حجم الاستثمارات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلية